اليوم زعيم التيار الصدري يجتمع بأعضاء تياره في النجف وجميع ينتظر لسيما مهلة الأربعين يوم ستنتهي يعني سيشرف انتهاءها على الأبواب ولكن برأيك إن كان أو لم يستطع الإطار التنسيقي ومن معه تشكيل الحكومة هل سينضي زعيم التيار الصدري لربما بتشكيل حكومة أغلبية شعبية تختلف عن حكومة الأغلبية الوطنية لأن هناك فرق بين الوطنية والشعبية بعد حل البرلمان وإن حصل هذا فسيضعكم أمام الأمر الواقع إحنا الأغلبية الشعبية لا أحد يستطيع أن يشكلها باعتبار الأغلبية الشعبية هي العدد الأصوات هناك يعني مغالطة في هذا الموضوع فعدد الأصوات في الأطراف التي لا تشارك في التفاهمات والحكومة هناك أربع ملايين صوت شيعي لا يستطيع الجلوس والتحاور في تشكيل الحكومة النقطة الأخرى باعتبار المدة الأربعين يوم هي مدة غير واقعية باعتبار أنا أمنحك أربعين يوم وأرفض أن أجلس وأتحاور معك كتحالف ثلاثي إذن لا يوجد جدوى من هذه المدة الأربعين يوم وهي مدة غير دستورية مدة أطلقها زعيم التيار الصدري خلال شهر رمضان وهي تعتبر عطلة لجميع الكيانات السياسية عطلة رمضان وعطلة العيد ومن ثم هي يعني مبادرة قد تكون للكسر وليس مبادرة لتشكيل الحكومة وإنما مبادرة غير واقعية أن أكون أنا أملك المبادرة ولا أملك الأطراف التي أتفاهم معها الجلوس معها إذن هي أصبحت غير واقعية أو غير مجدية فلنذهب إلى أمور جدية أكثر تعلمون أن المدد الدستورية قد استنفذت في الواقع الدستورية استنفذت هناك يعني تأمل من الشعب العراقي وتأمل من الكيانات السياسية المراقبة التي لا ترغب بالمشاركة أن يكون هناك تشكيل الكتلة الأكبر نحن نتكلم عن تشكيل كتلة تعلمون أن في عام 2018 هو الذهاب إلى سيناريوات بهذه الشكل تظاهرات ووجود حالة فوضوية في الشارع لعدم موجود كتلة أكبر تسند رئيس الوزراء ولعدم موجود جدية في التفاهم بين التحالف سائرون وتحالف الفتح عن ذاك وعدم المضي بتشكيل تحالفي البناء وتحالفي الأصلاح إذن هناك مشكلة في تحديد الكتلة الأكبر والتي ستضمن الوقوف مع رئيس الوزراء في تشكيل حكومة هناك مشكلة كبيرة جدا هي المكون الأكبر الذي يراد أن يذهب حقه ويراد أن يكون هو المضحي الأكبر لماذا أنا أضحب بملايين الأصوات مقابل أن أتفاهم مع قلة قليلة من هذه الأصوات أن يكون صح عدد المقاعد موجودة ولكن من الضمن أن هذه الأصوات ستخرج مظاهرات بعد تشكيل الحكومة بأيام تطالب بحقوقها وبإنصافها من الضمن أن الحكومة التي بهذا الشكل لا تخرج العراقيين وملايين من الناس للوقوف في الشوارع وتظاهرات ونرجع إلى المربع الأول نحن قطعنا في هذه الحكومة التي جاءت بعد ثورة تشرين باستقرار نوعا ما سياسي شاء يعني مجتمعي في الشارع هدوء هذه المظاهرات نحن وصلنا إلى لا تربية لا تعجيل ترجمة نانسي قنقر